بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو اللقاء الخامس من لقاءات دروس علوم القرآن وكنا قد توقفنا في اللقاء السابق عند نشأة علوم القرآن عند نشأة علوم القرآن ذكرنا أن علوم القرآن بدأت نشأته منذ نزول القرآن وذكرنا المراحل التي مر بها هذا العلم وتطور من خلالها ابتداء من زمان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم ثم بدايات التدوين ثم تدوين هذا العلم في كتب مستقلة ووقفنا عند هذه المرحلة وعدناكم بأن نكمل ما يتعلق بالمرحلة الأخيرة من مراحل هذا العلم وهي حالة هذا العلم في العصر الحاضر أو العصر الرسول المتأخرة ثم نلخص لكم المراحل التي مر بها هذا العلم من خلال ما ذكره بعض الكاتبين في هذا المجال فنقول وبالله التوفيق في ما بعد السيوطي المتوفى سنة 911 من الهجرة في أوائل القرن العاشر وهو الذي ألف كتاب الإتقام في علوم القرآن وهو من أجمع الكتب يعني لم يكن هناك بعده كتب مشهورة كشهرته إلا ما كان من كتاب الزيادة والإحسان في علوم القرآن لابن عقيلة حيث جمع علوم كثيرة في هذا الكتاب ولعلنا نشير إليه فيما بعد لكن بقي التأليف في هذا العلم إلى أن جاء القرن الماضي وهو القرن الرابع عشر الهجري فألفت مؤلفات كثيرة في علوم القرآن وأيضا في بدايات هذا القرن القرن الخامس عشر الهجري لا شك أن العصر المتأخر القرن الرابع عشر وبدايات القرن الخامس عشر حصلت فيه يعني انصحت العبارة صحوة علمية ونهضة علمية خاصة من خلال الدراسة في الجامعات ومن خلال البحوث التي تكتب في الدراسات العليا وأيضا المحاضرات التي تلقى لطلاب الدراسات العليا فألفت كتب متعددة وكان بعضها في الأصل عبارة عن محاضرات يلقيها الأساتذة والعلماء للطلاب في الجامعات المشهورة كجامعة الأزهر وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وغيرها من الجامعات من الكتب المؤلفة مثلا كتاب البرهان في علوم القرآن أو كتاب عفوا كتاب مناهل العرفان في علوم القرآن لمحمد بن عبد العظيم الزرقاني وهو من الكتب التي حظيت بالقبول والاهتمام وكان في الأصل محاضرات يلقيها الشيخ رحمه الله على طلاب الأزهر كذلك ألف كتاب مباحث في علوم القرآن لصبح الصالح وكان كذلك يلقى على طلاب في جامعة دمشق وكذلك ألف كتاب مباحث في علوم القرآن وهو الكتاب المقرر عليكم وقد أشرنا إليه أكثر من مرة وألفت كتب كثيرة لعلنا نذكرها إن شاء الله فيما بعد في عنوان يخص الكتب المؤلفة في هذا العلم حيث نجمع هذه الكتب ونتكلم عنها باختصار أختم الكلام أيها الإخوة الكرام عن نشأة علوم القرآن بتلخيص المراحل التي مر بها هذا العلم من خلال ما ذكره الدكتور مساعد الطيار في كتابه المحرر في علوم القرآن وكذلك ذكر قريبا من هذا أو قريبا مما ذكره هنا بشيء من الإجمال الدكتور غانم بن قدوري الحمد في كتاب له وهو محاضرات في علوم القرآن محاضرات في علوم القرآن وهذان الكتابات من الكتب الجيدة التي ألفت في هذا العلم نعم لعلنا نستعرض ما ذكره الدكتور مساعد في ما يتعلق بالمراحل حيث قسمها تقسيما جيدا بعد أن أشار إلى بعض المباحث المتعلقة بنشأة هذا العلم وأنه لا يزال بحاجة إلى عناية فذكر أن نشأة هذا العلم وتطوره وهذا التلخيص لما سبق وتركيز على هذه المراحل ذكر أن هذا العلم مر بأربع مراحل المرحلة الأولى بذور هذا العلم منذ نشأته إلى نهاية القرن الثاني عام 200 من الهجرة المرحلة الأولى بذور هذا العلم منذ نشأته إلى نهاية القرن الثاني وانتهى القرن الثاني بالعام 200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا لكم سابقا بأن أول هذه المرحلة كانت تتلقى بالتدوين أو بالتلقي ثم دونت بعض المؤلفات أو بعض الكتب واجتملت على بعض مباحث علوم القرآن المرحلة الثانية ذكر الشيخ أن المرحلة الثانية هي الجمع الجزئي لعلوم القرآن الجمع الجزئي لعلوم القرآن من القرن الثالث إلى ظهور كتاب البرهان في علوم القرآن للزركشي وقد سبق التنبيه على هذا الكتاب وأنه من الكتب المهمة ومن أوائل ما جمع علوم القرآن وموضوعات القرآن المتفرقة في كتاب واحد والزركشي الإمام متوفى في آخر القرن الثامن عام 94 و700 فهذا يسمى إذا طبعا إلى قبل هذا الكتاب إلى ظهوره قبل هذا الكتاب كان الجمع لعلوم القرآن جمعا جزئيا لم تجمع جميع مباحث علوم القرآن في كتاب مستقل وإن كان هناك محاولات لجمع بعضها كما في كتاب فنون الأفنان في علوم القرآن لابن الجوزي كما مر المرحلة الثالثة وهي مرحلة من كتاب البرهان المرحلة الثالثة الجمع الكل من كتاب البرهان للزركشي إلى كتاب الإتقال للسيوطي هذه الفترة التي بين ظهور أول كتاب يعني جمع اشتهد مؤلفه في أن يجمع أنواع علوم القرآن وبين ظهور كتاب السيوطي الذي صار عمدة في كتب علوم القرآن نجد أن هناك كتب ألفت في هذا العلم ومنها طبعا كتب خاصة ببعض الأنواع وكتب تتعلق بعلوم القرآن مثل كتاب جلال الدين البلقيني الذي هو مواقع العلوم من مواقع النجوم وغير ذلك من الكتب ويمكن أن يقال طبعا ألف كذلك السيوطي كتاب في علوم القرآن وهو التحبير في علوم التفسير سماه التحبير في علوم التفسير وسبق أن أشرنا إلى أن علوم القرآن تسمى أحيانا أصول التفسير أو علوم التفسير عند المتقدمين ثم جاءت المرحلة الرابعة وهي مرحلة ما بعد الإتقال للسيوطي وهي المرحلة الأخيرة إلى العصر الذي نحن فيه الآن في القرن الخامس عشر طبعا ألفت في هذا المرحلة كتب كثيرة ذكرت بعضها قبل قليل ولعلنا إن شاء الله نذكر هذه الكتب أو بعض الكتب المهمة في موضوع يتعلق بالكتب المؤلفة في علوم القرآن هذا أيها الإخوة الكرام ما يمكن أن يقال في نشأة هذا العلم نشأة علوم القرآن وهذه المراحل الأربعة التي مرت بها كتب هذا العلم أو مر بها هذا العلم منذ نشأته منذ نزول القرآن إلى العصر الحاضر نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين